فيلم زيغو ديوسف قصة قائد المنطقة الثانية ومهندس هجوم شمال القسنطيني عرف النور أخيرا بعد سنوات من الظلمة التي قضاها في درج الانتظار لتنطلق أولى أيام التصوير بمسقط رأس الشهيد الذي تقمص دوره الممثل علي ناموس رفقة أسماء فنية ثقيلة مشروع من إنتاج مركز وطني إنتاج سينمائي ووزارة المجاهدين وهو فيلم رواي تاريخي على شخصية شهيد البطل زيغو ديوسف حاليا الممثل الرئيس لدور زيغو ديوسف أحداث هذا الفيلم تتناول حياة زيغو ديوسف الكاملة إلى غاية استشهاده يوم الثالث والعشرين سبتمبر الف وتسعمائة وستة وخمسين وهذا بعد التنقيب عن شهادات حية تحكي قصصا خاصة بالرجل يرويها رفاقه المقربون في الجهاد وعائلته مع الاستعانة بالمؤلفات التاريخية تغرقت مني سنوات في البحث والكتابة البحث على المصادر الشهادات أخذت تاريخ زيغو ديوسف من فم رفاقه زيغو ديوسف عاش معي عاش في داخلي حتى أنني نقدر نقول مرتبه فأنا أصبحت أسمعه هو ويكلمني وأراه في منامي وفي أحلامي فحملته والحمد لله أنني وصلته اليوم لهذا النهار لوين انطلق الفيلم انتاع زيغو ديوسف بداية التصوير تأتي لتجسد قصة بطل ثوري خاصة في انتظار مطبقة صورة النهائية للعمل الفني مع المصاري الحافل لزيغود الذي ظحى بحياته في سبيل الوطن ترجمة نانسي قنقر